السلام عليكم في وصفة جديدة معي راسين كويزين اليوم راح نحضره مع بعض هاد الحلوة المعسلة وهشي شوب مقادير جد بسيطة نبدأ في طريقة التحذير ايضا في المقادير ناخذ طاوة ولا طنجرة نحط فيها زوج كيلات من الماء نضيف لها ايضا زيت نباتي اربع كيلة من زيت النباتي ملعقة صغيرة من العسل نضيف لها ايضا الملح قرصة ملح بالنسبة للعسل نديرو العسل طبيعي ولا ايضا يمكن نديرو العسيلة فقط نحطوها على نار قليلة بعدها نحضر زوج كيلات من الفارينة كما راكم تشوفو حطيناها على نار قليلة كما قلنا نخلطوها جيدا ثم نقويو شوية على النار بعد ما تبدأ تغليب هذا الطريقة نخليوها حوالي دقيقة ولا زوج دقيق حتى يتجانس المزيج مع بعض ثم نطفيو على نحضر زوج كيلات الفارينة اللي قلنا عليهم نضيفوهم مع بعض اللي هنا كنا طفينا النار نضيفوهم على المالي كان يغلي نخلطو جيدا حتى يتجانس دايما هنا نرطفيناها هنا نحيوها جانبا ونبقا ونخلطو فيها حتى تنحى كامل الفارينة أو دقيق اللي كنا اضفناه نتحصلو على عجين بهذا القوام نبقا ونخلطو فيها ايضا حتى يتنحى سخانة هديك اللي بزاف ويبقى النا دافي فقط نضيفو حبة بيض كاملة نضيفو لغوم بتاع البانان هنا بنسبة لغوم بتاع البانان راح تعطي له ذوق رائع نخلطوها جيدا حتى يتجانسو يدخلنا البيض في العجين وايضا اللغم او الذوق تاع الموز نتحصلو على هاذ النتيجة يكون عبارة عن عجين كي ما راكم تشوفو ما يكونش سميك بزاف يكون خفيف لهنا بعد ذلك نبدأ ونشكلوه نشكلوه على حساب الاختيار انا هنا خضيت لابو شادوي نديرو لها الفم اللي يكون شوية غليظ بعدها نعمروها بالعجينة كي ما راكم تشوفو عجينة صلحنا باش نمشيوها فلابو شادوي لانه ما هيش غليظة بزاف ثم ناخذو مقلات نضيفو لها زيت كميه من زيت اللي تسمح باش تغطيلي حبات التاع الحلوية ولا القاطو ولا راح نخدموه كي ما راكم تشوفو بارد في بارد زيت باردة محطينا هاش على النار نحطو فيها القاطو نقطعوه بهاذ الطريقة يمكن ديروه طويل اكثر يمكن تحصلوا على هذه النتيجة بعد ذلك نحطوها فوق النار ونخليوها على نار متوسطة حتى يتبدل لون تاعها وتولي ذهابية بهاذ الطريقة ناخذو العسل او العسيلة والشاربات اللي نكون قدمناها نحطو فيها القاطو يكون سخون مباشرة بعد ما نحيوه من مقلة نحطوه فيها ونخليوه يتحطي تشرب شوية العسل ثم نصفيوه ورح يدخلو العسل حتى القلب تاعو راح نتحصلو على هاذ النتيجة نزينوها من فوق بالجلجلان ولا يمكن ايضا بالكوكاو او اللوز المرحي جلا تكون عجبتكم هاذ الوصفة وتجربوها الى اللقاء مع وصفة جديدة معي راسين كويزين